نضم إلينا من طهران الباحث السياسي والدكتور محمد صالح صديقيان صباح الخير دكتور صديقيان خلينا نبدأ من موضوع قبل أن نتحدث عن العقوبات عن هذه الأخبار التي في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي مرة يقال أن الضربة الإسرائيلية ستكون اليوم ضد إيران مرة غدا مرة نستبعد أن تكون هذا الأسبوع كان مفروض أن تكون الأثنين الماضي حسب هذه التصريحات لكن في آخر لحظة تم تأجيلها والآن يتم الحديث عن ما بعد نهاية هذا الشهر ما تفسير طهران لهذه التصريحات وهذا التأجيل هل ترى طهران أن الضغوط الأوروبية والغربية نجحت في لجم يد نتانياهو في استمرار التصعيد واستمرار الرد العسكري صباح الخير لك يا خيوسف والمشاهدين أنا أعتقد بأن القضية معقدة فيها نوع من التعقيد والغموض أيضا إسرائيل لوحدها بالتأكيد إسرائيل لوحدها لا يمكن لها أن تشن هجوم ليس على إيران ربما هذه جنوب لبنان سوريا ربما تكون مثل هذه الأعمال لكن أن تشن هجوما أو ترد على إيران بهذه المسافة البعيدة أنا أعتقد فيها الكثير من التعقيد وبالتالي إسرائيل ما لم تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وهذا ما قالت الجانب الأمريكي قال بشكل واضح على إسرائيل أن تأخذ الضوء الأخضر أو أن تتفاهم مع الولايات المتحدة قبل أن تقوم بأي عمل ضد إيران بالتأكيد إيران ليست دولة صغيرة في هذه المنطقة وبالتالي ربما يتم توسيع نطاق حرب ربما تكون هناك أمور لا تخدم أي طرف أو لا تخدم مصالح أي طرف من الأطراف المعنية بهذه المنطقة سواء كانت دول إقليمية أو دول أجنبية وحتى المصالح الأمريكية ولذلك أنا أعتقد بأن لحد الآن ما قام به الجانب الإيراني أو ما قامت به إيران سواء كان من مناشدة الدول الأخرى مجسلها من الدول لإدانة إيران لضربها سفارتها بدمشق ولم تفعل ذلك الأمور تسير يعني الإيرانيون يبدوا سياسيا يحسبونها أو حسبوا ردهم على الكيان الإسرائيلي بشكل جدي ودقيق جدا ولذلك نحن رأينا بأن هناك استهداف معين لأماكن معينة دون أن تؤذي أحد ومحدودة جدا وهم قالوا بأن عملية محدودة جدا وانتهت في فجر يوم الأربعاء يعني يوم الرابع عشر من أبريل نيسان وانتهت المشكلة وقالوا ذلك بشكل واضح وقالوا بأنهم لا يريدون توسيع نطاق الحرب الآن إسرائيل تريد أن ترد أنا أعتقد فيه نوع من الخطورة وفيه نوع أيضا من تعقيد الأمر في منطقة الشرق الأوسط وهذه منطقة معقدة أصلا ومتوترة أصلا وبالتالي أعتقد بأن أي هجوم على إيران في ضوء الاستعدادات الإيرانية أعتقد بأنه فيه نوع من التعقيد ربما لا يخدم أي طرف من الأطراف طيب الآن فيما يتعلق بهذه العقوبات الأوروبية الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات التي تصنع المسيرات والصواريخ كثير من التحقيقات الاستقصائية بشأن الطائرات المسيرة الإيرانية شاهدة التي استخدمت في أوكرانيا في روسيا في أماكن أخرى كان يخرج منها أجزاء مصنعة استوردها إيران من دول غربية ألمانيا كندا يعني غيرها وبالتالي هذا تسبب ضجة شوي ومنها الآن يأتي هذا القرار الأوروبي لفرض العقوبات هل تعتقد أنه هذه ستؤثر فعلا على الصناعات العسكرية الإيرانية يعني أنا أعتقد بأنه نحن في وضع يعني نحن في عصر العولمة ليست العولمة السياسية ولا العولمة الاقتصادية عولمة في كل شيء الآن من يريد أن يحصل على أي قطعة أو على أي مادة أو على أي سلاح يمكن أن يجده في الأسواق بالتالي هذه العقوبات أنا أعتقد بأنها لها طابع سياسي أكثر مما هو يعني طابع سياسي أمني أكثر مما هو طابع تصنيعي لهذه المسيرة أو هذا الصاروخ وبالتالي نحن نعلم بأن كل هذه الصواريخ المنظومة الصاروخية وكل هذه المسيرات هي أنتجت في زمن المقاطعة الاقتصادية المفروضة على إيران هذه لم تنتج في وضع طبيعي يعني أنتجت في زمن العقوبات وبالتالي حتى البرنامج النووي الإيراني الذي يملك تكنولوجيا متقدمة جدا هو أنشئ هذا وتأسس البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على إيران وبالتالي أنا أعتقد بأن خيار العقوبات الذي جرب بحق إيران وجربته لولايات المتحدة والآن نحن نتحدث عن 42 أو 43 سنة من العقوبات أول عقوبات فرضت على إيران في العام 1980 بعد أن احتل الإيرانيين أو طلب سائرون على نهج الإمام في وقتهم من السفارة الأمريكية فرضت عقوبات الآن منذ ذلك الوقت إلى الآن ما يقارب 43 عام وبالتالي كلها عقوبات وإيران وصلت إلى ذلك الآن ماذا يمكن أن تؤثر عقوبات جديدة على إيران أنا أعتقد بأن الأوروبيون يبدو أكثر من الأمريكيين يريدون الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إذا كان أي واحد يريد الحفاظ على أمن والاستقرار هذه المنطقة أنا أعتقد بأنه سلاح العقوبات أو خيار العقوبات أنا أعتقد بأنه لم يعد ذات تأثير فعال على الإيرانيين سؤال أخير باختصار دكتور صدقيان الآن انشغلنا بالتوتر الإيراني الإسرائيلي المباشر برأيك بعد الآن خلال هذه الأيام هل سينعكس هذا على الميليشيات أو الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة سواء حزب الله الحوثيين الحشد الشعبي هل تتوقع أنه في تغيير في سياساتهم أم أنه طالما حرب غزة مستمرة فأنه لا شيء سيتغير في سياسات هذه المجموعات وأنه لن يكون هناك رسائل جديدة من طهران لهم نحن نتحدث الآن عن قضيتين مهمتين جدا وأمرين مهمين الأمر الأول هو استمرار العدوان على غزة الآن نحن دخلنا الشهر السابع مآلات الحرب في غزة مهمة جدا هذا عامل مهم العامل الآخر الرد الإسرائيلي إذا ما قامت إسرائيل بالرد على إيران وإيران الآن تتوعد وتجهز نفسها وتقول بأنها في جهوزية عالية بالرد ويقولون أيضا أن الرد الإيراني سوف لن يتأخر إلا ثوان وبالتالي هذين العاملين أنا أعتقد بأنه يؤثر كثيرا على إيران ويؤثر على كل فصائل المقاومة في هذا المحور الذي تتبناه إيران لكني لا أعتقد لحد الآن لم نلمس شيء أن إيران تريد أن تغير من سياستها في سوريا في لبنان لحد الآن ليست لدينا معطيات واضحة وحتى في سوريا قضية المستشارين بقائهم أعدم بقائهم لا توجد مثل هكذا وهذه النقطة يمكن لو جوبنا عنها في عجالة موضوع المستشارين سمعنا من صحف أمريكية أنه إيران سحبتهم أصلا في السابق الآن نسمع نفس الأخبار أنها تفكر في سحبهم بصراحة أحيانا الأخبار في الصحافة الأمريكية عن موضوع إيران تحتاج إلى تدقيق أكثر من مرة هل فعلا تم سحبهم وإرجاعهم لأنه قرأتهم معنا حتى هذه الأخبار باختصار هذا صحيح جدا في السابق كما تفضلتك يوسف قالوا كذلك بأن أنا قلت لا توجد أي معطيات في هذا المجال لا يوجد كلام من هذا المجال بل على العكس من ذلك ربما يكون تموضع تيمين مصالح ووضع أمني أفضل تغيير في قواعد البرامج الأمنية لكن لا توجد هناك معطيات على تغيير إيران لسياستها سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في أي منطقة أخرى ولا زالت السياسة الإيرانية كما هي عليها أسابق شكرا جزيلا لضيفي من طهران الأكاديمي والبحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان